السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم بالفيديو الماضي اللي عملنا عن ديبيان حكيت بدلاك الفيديو أنه عملية التنصيب رح نساويها أو ساويناها بالاعتماد على الطريقة الرسمية المتبعة بالويكي الخاص بديبيان كمان بنفس الفيديو حكيت أنه أنا في عندي طريقة غير رسمية بتعطيني نفس توسيع ديبيان يعني أنا ما رح روح لمواقع مشبوهة ونزل الملف منها نزل ملف الآيزو أو النظام بس الفرق بين الطريقة اللي شفناها المرة الماضية والطريقة اللي رح نشوفها اليوم أنه أنا رح نزل ملف آيزو بيشي عندي مع بيئة سطح مكتب مع ديسكتوب أينفارومنت بشكل لايف يعني بيسمح لي أني جرب النظام قبل ما نزله بتكون عملية التنصيب أسهل بالنسبة لغير بالنسبة للمهتدئين اللي حابيني جربوا ديبيان وبنفس الوقت إذا كان في عندي هاردوير يبي طلب يكون في عندي تعريفات أو فيرموير نانفري يعني محتكرة ومالها حرة فرح نشوف أنه أنا رح بالموقع اللي رح نروح له اللي هو طبعا نفسه موقع ديبيان ولكن هاي ملفات آيزو مخفية بمكان ما لسهل الوصول إليه فإذا الفيديو اليوم بس رح يكون كيف مننزل ملف الآيزو وليس انه نرشع وننصب ديبيان من أول وجديد فخلينا نجي للمتصفح ومن المتصفح نروح لديبيان.org هلأ هون بالفيديو الماضي رحنا لزر الدونلود الكبير اليوم لا رح نروح لزر الدونلود وإنما رح نجي للمور من المور بيجي باليمين عندي دونلود من الدونلود بيجي للتراي ديبيان لايف بفور انستولينك من هاد المكان بيجي للأوفيشال لايف ايميج انستول ايميج فور ستيبل ريليز بيجي للدي بيدي يو اس بي بختار الام دي سيكستي فور اللي هال هو خاص بمعالجات انتل او ايم دي سواء كان النسخة الاربع وستين بيت بس هو اسم الاركيتكتشر نفسها ايميج سيكستي فور فبختار الام دي سيكستي فور هلا من هون بلاحظ بيجي لعند النان فري فيرموير وبيجي لللوك اندر ايميج ان اوفيشال نان فري ايميج انكلودين فيرموير بختار بضغط على هاد الرابط وبيجي لعند اللايف بلاس نان فري بيجي للام دي سيكستي فور بيجي للآيزو هايبريد هلا هون بشوف انه في عندي كل اسطح المكتب او ديسكتوب انفيرومنت اللي بدي اياها ومع النان فري فيرموير انا ما بختار الكونتينت ما بختار اللوك ما بختار الباكيجيز انا بختار بس اللي بهمني هو ملف الايزو مثل ما ري شايف مسلا انه هون هاي نسخة السينمان في عندي نسخة الجنوم في عندي نسخة الكي دي اي في عندي نسخة الاكس دي اي فكل واحد من هدول رح ينزل لي ملف ايزو وبيسمح لي اني جرب النظام قبل ما نزله وهون مثل ما اللي ملاحظ انه حجم الملف هو اللي بيدلني على انه هاد لازم نسخة هاد بحجم 3 دقيقة في حين انه الملفات التانية اللي هو الباكيجيز اللي بيعطيني شو هي الملفات او البرامج اللي متضمنة او الموجودة ضمن الملف الايزو اللي هو السجل الخاص بهذا الملف اللي رح ينزله هاد في حال كان بدي الننفري البرامج المحتكرة اما اذا كان بدي بس انه يكون في عندي ملف ايزو لايف وما بيهمني الننفري ما بيهمني الفيرموير المحتكرة او الدرايفرات المحتكرة فمنرجع لمطرح ما كنا بالبداية بنرجع للتراي ديبيان من هون بنرجع للأي ام دي مرة تانية وبشوف انه من هون ممكن اني نزل ملفات الايزو فكمان مرة تانية عندي السينيمون عندي القنوم عندي الكي دي اي هاد بنزلي ملف التورنت وعن طريق اي برنامج تورنت رح ارجع ونزل ملف الايزو هاي كان بس عبارة عن فيديو سريع للناس اللي حاب بتجرب ديبيان وما لها حاب برنامج التنصيب اللي بيجي بشكل اوفيشل لانه او ديتد وما بيعطيني خيار اني جرب النصام قبل ما نصبه بنهاية الفيديو شكر كبير لكل المشتركين بالنسبة لغير المشتركين لا تنسوا الاشتراك بالقناة لا تنسوا تتركوا لي تعليقاتكم بقسم التعليقات لا تنسوا مشاركة المحتوى ضغط زر الاعجاب بلتقي فيكن بالفيديو الجاي بامان الله